العتناء برأيتك ليس رفاهية، هو استثمار في صحتك وفي حياتك، إذا عندك كحة متكررة، إذا أنت مدخق حالي أو سابق، وإذا عايش في بيئة ملوثة، فهذا الفيديو إلك، لأن رأيتنا اليوم صارت تتعرض لسموم من كل جهة، تدخين، تلوث، الروائح والعفن، وحتى منتجات التنظيف، كلها بتهيج الرئة وتسبب التهابات مزمنة، وإذا طول الالتهاب ولم يتعالج، انسجة الرئة بتتلف وممكن تتليف، ومن هنا بتبدأ الأمراض المزمنة. مثل الإنسداد الرئوي، COPD، الربو، تليف الرئة، وأحياناً لا قدر الله السلطان، الله يحفظنا جميعاً، والمصيبة، السموم ما بتوقف عند الرئتين فقط، بعد ما تدخل للرئتين، بتكمل للكبد، وإذا تراكمت عليه السموم، بيتعب، وبتبدأ الالتهابات تنتشر لبقية الجسم، وحتى تصل للقلب، لهذا لازم تحرك قبل فوات الأوان، خليك معي بهالفيديو، فتتعلم الخطوات العملية لديتوكس الرئتين، بمكملات وأعشاب، مدروسة، مدعومة بأبحاث علمية، وبشرح مفصل عن الجرعات، وأفضل وقت للاستخدام. السلام عليكم يا عزيزي، معك أخوك الدكتور فارس عرب، حلقة جديدة من سكون ميد. أول لقطة لازم نوضحها يا عزيزي هي تصحيح المفاهيم، لما أنكم متابعين سكون ميد، فأنت بتعرف أن كل كلمة بنقولها مدعمة بالعلم والدراسات، وجدت عندما كتبت هالحلقة أن مصطلح ديتوكس الرئة هو مصطلح تجاري وليس طبي، يروج له البعض لأغراض مادية، ما في شيء اسمه تنظيف سحري للرئة، لا من خارج الجسم ولا من داخله، والحقيقة هي أن رئتيك ليست ضعيفة وتنظف نفسها، وعندها ثلاثة آليات دفاع شاملة، وهي واحد نظام التنظيف، الرئة بتنتج مخاط بيحبس الغبار والفيروسات، ولها أهداب وهي شعيرات دقيقة تدفع هذا المخاط للأعلى ليخرج بع خط الدفاع الثاني وهو السعال، حيث يطرد السعال أي شيء عالق بالرئة ولا يخرج مع الأهداب، والآلية الثالثة الخلايا البلعومية ماكروفيج، جسمك فيه جنود متخصصين لمهاجبة المايكروبات وتنظيف الرئة من الداخل، ولكن مثل أي شيء بالحياة، الأنظمة إما بتضعف مع العمر أو بتتعرض للتلف بسبب الاستمرار بالتدخين والتعرض للتلوث ومنتجات التنظيف وغيرها من السموم، لذلك ما يمكننا عمله لتنظيف الرئة ودعا طبيعي للجسم لنسمح له بتجديد خلايا الرئتين، أولاً للوقاية عن طريق التوقف عن التدخين واللي هتشوف نتاجه بأقل من شهر، والاهتمام بجودة الهواء اللي بتتنفسه، لما بتقلل تعرضك للتلوث أو إذا استعملت منقي للهواء، هتشوف النتائج فوراً، والشيء الثاني اللي ممكن تعمله هو دعم أنظمة رئتيك بخطوات عملية لتعزيز قدرتها على تجديد الخلايا، وهي ثلاثة خطوات لا رابعة لها، الترطيب والتمارين والمكملات، رقم واحد الترطيب والماء، اشرب كميات كافية من السوائل كل يوم بين 2 إلى 4 لتر حسب الضرورة، أساسي لتنشيط الأهداب وتنظيف المجاري التنفسية، الرئة الجافة يعني مخاط سميك بالتالي انسداد وصعوب في التنفس، أيضاً استنشاق بخار الماء يقلل لزوجة المخاط ويسهل طرده، رقم 2 النشاط البدني والتمارين التنفس، المشي السريع، التمارين الهوائية، والسباحة، والتنفس العميق، بزيد من تدفق الهواء وبساعد الرئة تطرد السموم بشكل أسرع، مارس أي نشاط بدني يرفع معدل التنفس وبشكل منتظم، لكي توسع رئتيك وتعزز عملية التنظيف الطبيعي، ورقم 3 المكملات المضادة للسموم والالتهابات، المكمل كركمين زائد بايبرين، وهي المادة الفعالة في الكركم والفلفل الأسود، هذا المكمل يحسن ضائف الرئة بتقليل الإجهاد التأكسدي، ويساعد على الاستقلاب الخلوي، وخاصة بين المدخنين، الجرع 1.5 جرام كركمين، مع 15 ميلي جرام بايبرين، مرة في اليوم بعد الوجبة، المكمل إن أسيتيل سيستين، وهو حمض أميني متوفر في اللحوم والخضار، وخاصة في الثوم والبصل، هذا المكمل مضاد المايكروبات، ومفيد للوقاية من الالتهابات والسرطان، الجرع 600 ميلي جرام مرتين في اليوم بعد الوجبة، المكمل سليبام مارينم، المادة الفعالة في حليب الشوك أو ملك فصل، هذا المكمل يدعم الرئتين عن طريق مساعدة الكبد بالتخلص من السموم، خاصة اللي عندهم انسداد رئوي مزمن أو مدخنين سابقين، الجرع 225 ميلي جرام مرتين في اليوم بعد الطعام، المكمل غاما توكوفيرول، المادة الفعالة في البذور مثل الصوية والكانولا والجوز والفستق والكتان، وهو نوع قوي من فيتامين اي يمنع تحول الالتهاب إلى تليف، مضاد أكسد ممتاز للوقاية من تلف الرئة والكبد، الجرع 300 ميلي جرام مرة في اليوم في أي وقت، والمكمل كولكالسيفيرول، أو فيتامين D3، أقوى مضاد التهاب طبيعي، خصوصا إذا عندك أمراض مناعية، الجرع 2000 وحدة مرة واحدة في اليوم بعد الإفطار. الآن هتسألني يا دكتور هل لازم استخدم كل هالمكملات الخمسة مع بعض؟ الجواب طبعا لا، واحد أو اثنين يفي بالغرض، حسب حالتك وتوفر المكملات ببلدك، حتى لو بدك تستخدمهم كلهم، لا يوجد مانع فهي مكملات المصادر الطبيعية، بعدين لازم ما ننسى أنه في أعشاب وبهارات، تم إثبات قدرتها على تحسين مشاكل التنفس، وهي موجودة عندك في المطبخ، مثل الليمون والزنجبيل، والثوم والبصل، فيتامين C، ومضادات التهاب، ومضادات أكساديل، بتساعد في تقليل تليف الرئة، وبتحسن التنفس، والزعتر، يساعد على تخفيف السعال، ويعالج التهابات الشعب الهوائية، والنعنع والمنثول، يعطيك إحساس بالانتعاش، ويحسن حركة الأهداب، والكافسيسين، الفلفل الحار، يساعد في تقليل شدة الكحة عن بعض الناس، ويساعد في تنظيم السعال، وتحفيز حركة المخاط، استخدم هذه البهارات بشكل منطب، البعض بيسألني، يا دكتور، هو السجارة أحسن، ولا المعسل، ولا الفيب، عزيزي لكي أحسن لك الأمر، أي شيء يدخل لرأيتيك، غير الهواء النقي، فهو ضار، وفي الختام، الرئتين عندهم قدرة تنظيف مذهلة، كل ما عليك عمله، ودعمهم بالعادات الصحية، والابتعاد عما يضرهم، أخيرا شارك هذا الفيديو مع صاحبك اللي بدخن، أو اللي بعاني من مشاكل بالتنفس، واكتب لي في التعليقات، إذا بقي لديك أي استفسارات عن الموضوع، استجل إعجابك، واشترك بالقناة لو لسه ما اشترك، وبشوفك بالفيديو القادم إن شاء الله، واعتني بجسمك، لأن روحك تسكن فيه، واشترك بالقناة للبناء فشكراك بخشك، واشترك بالقناة للتlooking لترشياء من خارج المصاريات فشكراك جزياء فشكراك بشكل جزء و始عت شكراك بشكل جزء فشكراك بشكل جزء و لفشكراك بشكل جزء شكرا